رح تنضم إلي في الأستوديو للحديث عن هذا الموضوع دكتورة ناهد قاسم إخصائية أمراض جلد وتجميل حول حب الشباب لدى المراهقين وطرق العلاج دكتورة ناهد صباح الخير لإلك وأهلا وسهلا فيك معنا سؤالي لإلك الأول أن مشكلة حب الشباب فعلا تعتبر مشكلة شبه عامة يعاني منها غالبية الشباب ويمكن أنه هي تمتد مو بس في مرحلة الشباب أو المراهقة ولكن تتعدى للعقد الثاني من العمر كيف يمكن تفادي هذه المشكلة إذا يمكن تفاديها أو الوقاية منها صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين أولا بس أحب أعرف إيه هو حب الشباب حب الشباب هو عبارة عن بصور أو حبوب تظهر على البشرة في الأماكن الدهنية منطقة الوجه الصدر الظهر منطقة الكتفين في المرحلة مرحلة البلوغ تغيرات الهرمونات في الجسم من سنة 13 إلى 15 سنة عند الفتيات أو الفتيان بسبب بداية إفراز الهرمونات الجنسية في الجسم أسبابه إما يكون إفراز الهرمونات بشكل كبير إما في أسباب أخرى متعددة لي مثلا الناس اللي هي بتستعمل الميك أب أو الأشياء المؤدوات التجميل اللي بيكون فيها مواد تساعد على سد المسام أوكي وتطلع حب الشباب في مهن معينة مثلا مثل الرياضيين اللي بيلبسوا الهيت باند أو الناس اللي بتلبس الخوزة أو عازف مثلا كمان جاء الأماكن اللي بتبقى مغطاة وتسد المسام برضو لها قبلية نطلع فيها حب الشباب الناس اللي بتستعمل الزيوت أو الدهون أو الجل في الشعر لو نزل على منطقة الجبهة برضو ممكن يسبب لنا حب الشباب حب الشباب حتى ممكن يبقى في الأطفال في حاجة اسمها إنفنتي الأكني من سن ثلاث شهور لسن ثلاث سنين بيبقى غالبا في الزكور وبيبقى أسبابه إلى حد ما إما مش معروفة إما وراثية أو في أسباب زيادة إنتاج الهرمونات برضو في الجسم بشكل كبير في أشكال عنيفة من حب الشباب بتبقى غالبا في الزكور فقط اللي هي بتبقى اسمها أكني كونجولباتة بتبقى في منطقة الجسم أكتر من منطقة الوجهة وبسبب شوهات عنيفة فعلا في البشرة إنها بتترك ندبات وأثار عنيفة في البشرة بياخد المريض فترات طويلة لعلاجها وبتأثر فعلا عليه نفسيا صحيح يعني الموضوع حب الشباب هو مرتبط أساسيا بشغلتين منطقة تراكم الدهون إذا كانت مغطاة أو لا أو دهنية أو هرمونات فيعني هي بالتالي مثلا هي مانا مشكلة وراثية ممكن تظهر عند الأشخاص حسب لا هي بتبقى أسباب داخلية إما إخباطة الهرمونات في الجسم أو زيادة إفراز الهرمونات في الجسم أو ممكن تبقى الهرمونات الطبيعية عادية بس الغدد الدهنية حساسة لهرمونات الجسم زيادة عن اللزوم أو في عوامل بيئية أو العوامل الخارجية اللي أنا ذكرتها دلوقتي ممكن تكون سبب في ظهور حب الشباب على البشر يعني هي مشكلة ربما بتظهر عند الكل ولكن بتتفاوت حدتها من شخص لآخر كما ذكرت صحيح وممكن هي تبقى عند الذكور أو عند الرجال قوية شوية أو أعنف شوية من السيدات طيب ما هي آخر الصيحات في علاج هذه المشكلة يعني هلأ مؤخرا ربما عم تتراجع شوية بسبب بعض الدراسات اللي أجريت على موضوع حب الشباب لأنه ربما كتير في ناس هلأ صاروا يهتموا بالشكل بالدرجة الأولى هل آخر الصيحات ترتبط بموضوع مثلا تغذية أو مستحضرات معينة؟ طبعا هو شكل الإنسان أو البرزنتيشن بتاعه مهم في كل شيء في الحياة سواء في وظيفة في الزواج في العمل في المجتمع بصفة عامة العلاجات طبعا على حسب الحالة كل حالة ولها العلاج الخاص بها لو كانت الحالة خفيفة ممكن نديها غسول أو مثلا علاج موضعي بس ككريمات ممكن نعمل مثلا مع تنظيف بشرة الحالة متوسطة ممكن ندخل معه علاج بالفم زي المضادات الحيوية اللي بالفم لو الحالة بقى عنيفة زي اللي ذكرتها سابقا لا ممكن ندخل معها علاج الرؤاكوتان علاج الرؤاكوتان ده من العلاجات الممتازة جدا في علاج حب الشباب بس يتاخد بالطريقة المزبوطة في علاجات أخرى حديثة ممكن الطبيب يعملها في العيادة للمريض مثل مثلا الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية بتساعد بشكل كبير خالص أنها تقلل الالتهاب هي أنتينفلاماتوري تقلل الالتهاب الموجود في البشرة بيتياخد المريض جلسة كل أسبوعين أربع جلسات أو مثلا في جهاز السكرت جهاز السكرت ده ريديو فريكونسي خلاص منستعمله بطريقة معينة على الحبوب الملتهبة طيب حضرتك زكارتي الرؤاكوتان هل ممكن أنه يكون بالحديث عنه حل نهائي اللي بيعانوا من حب الشباب تقريبا لو المريض خد الجرعة مزبوطة بالوزن المناسب 85% من المرضى مش بيرجع لهم حب الشباب تاني لكن طبعا فيه نسبة بسيطة ممكن يرجع لهم بس لازم العلاق ده بتعمله تحاليل معينة وظائف كبد وظائف كلا صور الدم كاملة الليبت بروفايل أو مستوى الدهون في الدم وبيتابع المريض مع الطبيب لازم يتاخد بالوزن بيتاخد ست شهور أو أكتر من ست شهور على حسب الوزن لو خد المريض الجرعة مزبوطة من ضمنه أنه هو ما يرجع لهش تاني طيب علاج حب الشباب سواء في فترة المراهقة هل يختلف من إذا بقي حب الشباب مرافقا للشاب أو الشاب بعد مرحلة المراهقة أم العلاجات هي نفسها؟ لا العلاج مش بيختلف بس الأفضل الوقاية خير من العلاج لأن أغلبية الناس اللي بيجي لها حب الشباب بيترك ندبات في البشرة بيترك تصبغات بسبب مشاكل نفسية كثير عنده بيعود في البشرة مثلا من أربع لست سنين العنيف ممكن يقعد عشر سنوات فالأفضل أن نبدأ في العلاج بدري علشان ما نخليش المريض يدخل في المشاكل المستقبلية لا العلاج على حسب الحالة زي ما قلت لحضرتك كل حالة ولها علاجها العلاج مش بيختلف بس طبعا لو الحالة حب الشباب بس بنعانيك حب الشباب لو الحالة فيها ندبات أو تصبغات بنستعمل لها علاجات أخرى طيب أهم سؤالي ممكن هلأ عم يتردد بين الشباب اللي عم يعانوا منها المشكلة أنه علاقة الغذاء شو هي الأغذية اللي لازم يبتعد الشباب عنها أو حتى يتناولوها لحتى ما يقعوا بمشكلة أنه يبقى حب الشباب أو يسبب ندبات هو ما فيش كلام علمي يعني يربط ما بين الأكل وحب الشباب بس أحنا بنقول للمريض الأكلات اللي فيها دهون الأكلات اللي فيها فلفل بهارات سبيسي أو المكسرات اللي فيها ملح كتير ممكن تعمل التهاب زيادة مع حب الشباب وممكن الأكلات اللي زي كده يبعد عنها في مرحلة العلاج طيب دكتور هند الوصفات الطبيعية مثل مثلا أكياس الشاي أو حتى بعض المسكات الطبيعية المصنوعة من مواد عضوية كيف ممكن تساعد بهذا الموضوع؟ والله كل العلاجات المنزلية اللي ممكن يستعملها الناس في المنزل أنا منصحش أبدا بيستعملها لأنها ممكن تزود المشكلة مش تحلها ممكن تعمل حساسية تلموسية على البشرة وممكن تزود لنا المشكلة الأفضل لكل مريض أنه يتاجه للطبيب عشان ياخد العلاج المناسب لي يعني بيتراوح هذا الشيء بين كل واحد وواحد لأنه بالعلاج بالحديث عن المسكات الطبيعية ممكن كثير ناس بتنصح مثلا بالخيار حتى بالنشاء أو اللبن بيفضلوه هل أصاروا عن المواد العضوية تفضل عن المواد ربما المستحضرات؟ والله أنا بالشخصية مش بقتنع بالكلام ده خلص مش حيجل نتيجة حب الشباب مرض مزمن عايز علاج لازم المريض يتجه للطبيب في حالات بتستدعي أننا نتدخل لازم تدخل علاج بالفم فلازم المريض مش بس علاج موضعي لازم يروح للطبيب ياخد الاستشارة المزبوطة وياخد العلاج المزبوطة أحسن نعم يعني أنا بدي أتشكر كتير دكتورة ناهد قاسم على وجودك معنا وعلى المعلومات الحلوة يلي خبرتين عنها يلي فعلا هي رح تكون بتهم كل شاب وصبية دكتورة ناهد قاسم أخصائية أمراض جلد وتجميل شكراً لوجودك معنا بالاستوديو ونورتينا